تباع الحشرات الحية عادة في سنغافورة كغذاء للحيوانات الأليفة مثل الطيور والزواحف ولكن يبدو أن بعض الحشرات لم تعد مقتصرة على الحيوانات فقط بل قد تكون خيارا جديدا للبشر أيضا في سنغافورة ما يطرح العديد من الأسئلة فهما هل يتعلق الأمر بالقيمة الغذائية التي تحتوي عليها بعض الحشرات أم يتعلق بندرة الطعام والأزمة الاقتصادية عموما أدرجت وكالة الأغذية السنغافورية 16 فصيلة من الحشرات كأغذية صالحة صالحة لماذا؟ للاستهلاك البشري أو كعلاف الحيوانات المنتجة للغذاء كالأغنام والبقر تم اعتماد الحشرات من قبل الوكالة على أساس التمتع بفيتامينات عالية ومعاد مهمة كما أنها تشكل مصدرا مستداما للبروتين من بين تلك الحشرات الجراد الجنادب إذا شئتم ديدان ميل وورم وأنواع عدة من الخنافس واشترطت الوكالة على البائعين وجوب إظهار دليل موثق بأن الحشرات تستزرع في أماكن تنظمها الجهة المختصة ولا يمكن حصاد الحشرات من أي مكان في البرية في سنغافورة بدأت بعض المطاعم فيها بإحضار وجبات غذائية تحضيرها للزبائن تتكون مقادرها الأساسية من الحشرات الصالحة للأكل من بين تلك المأكلات التي يكثر الطلب عليها هناك سوشي الحشرات والبرغر بمكونات من الحشرات أيضا في أوروبا تسمح القوانين بتجميد الحشرات وتشفيفها واستخدامها كمسحوق في الطعام في نفس الوقت تؤكد المفوضية الأوروبية أن المستهلكة هو من يقرر ما إذا كان يريد تناول الحشرات أو مسحوقها أم لا ويشترط وضع علامات واضحة على جميع المنتجات التي تحتوي على الحشرات أما في الدول العربية فما زالت فكرة أكل الحشرات فكرة غير واردة عند الكثيرين لكن لم نسمع تصريحا مثلا يحضر أكل الحشرات أو استخدام منتجاتها ما عدا دولة قطر التي أعلنت عن موقف رسميا بذلك الشأن وأرجع ذلك إلى أن المنتجات الحشرية لا تلبي متطلبات اللوائح الفنية للأغذية الحلالة بحسب وزارة الصحة القطرية مشاهدين وفقا للصندوق العالمي للحياة البرية وبالمقارنة باللحم فإن إنتاج الحشرات يتطلب أرضا زراعية أقل طبعا الحشرات الأد أو نحو النصف مقارنة بالدجاج حيث تحتاج الحشرات نحو 1 على 12 من حجم الغذاء الذي تحتاجه الماشية لإنتاج نفس كمية البروتين وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو كما أن الحشرات تسفر على إطلاق كميات أقل من الانبعاثات الغازية كما يمكن أن توفر الحشرات الصالحة للأكل أيضا سبل العيش والدخل بما أن تربية الحشرات تتطلب مساحة صغيرة فمن الممكن تربيتها في المناطق الحضرية والرفية على حد السواء ربما حتى على السطح العام سام يقول في هذه التدوينة الفواكه والخضروات أصبحت خطيرة لإحتوائها على حشرات والحشرات أصبحت صالحة للأكل لأنها تحتوي على بروتينات لو فهمت فهمني أما نوني نوني يقول يوجد حشرات صالحة للأكل والأسباب عدم أكلها لها هي هنا هي أسباب ثقافية وتربوية بالأساس وليست لأنها صالحة أم لا أما هنا الطريق للنظام العالمي الجديد هذا ما يقوله عبد الكريم تدوينة فاطمة تقول ما هذا الهراء لقد حل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث والحشرات هي خشاش الأرض التي تتغذى عليها الحيوانات وليس البشر